السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا حبيب قلبي عاملين ايه? يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. نبدأ الفيديو كده بالصلاة على النبي. عليها افضل الصلاة والسلام. النهاردة باي بروتين مع بعض سهل كده وخفيف. طبعا هي بروتين على السطح كده عند الفراغ. بس قبل ما اطلع على السطح بقى. انا قلت اجهز الغدا بتاعنا واتعك مواعين. وازبط الدنيا كده عشان كل حاجة تبقى تمام عشان لو عوقت فوق ابقى مجهزة حاجتي. طبعا ده كان غدانا النهاردة. كفتة دي انا عملتها معاكم كتير على القناة وهحط لكم ان شاء الله اللينك بتاع الفيديوهات اللي انا عمل لكم فيها طريقة الكفتة دي بالزبط. اه طبعا دلوقتي انا كده خلاص كنت صبعتها وجهزتها وحطتها في الفرن. وده طبعا بعد ما استويت. صراحة تحفة جدا جدا وطعمها يشهي وجميل. هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. اه طبعا انت هتشوفوا لقطة غريبة كده دلوقتي او يشوفوا الكاميرا بتروح وتيجي. انا عايزة ازبط لكم الاضاءة اللمبة بتاع الفرن نفسه مدغلشة كده على اللون بتاع الكفتة مش عارفة اوريكم اللون بتاعها الاساسي بس على مين زبطتها يعني زبطتها عشان اوريكم اللون الاساسي اللي هو اللونتو شايفينه ده شايفين لونها وجمالها تحفة 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 شايفين على فكرة في صبع كده على ايدي كلمين من تحت كده في حتة صفرة كده على فكرة دي كان البيضة انا بحط عليها بيضة كده نية بقلبها مع المكونات بتعمل لها تماسك كده وتجنس مع بعض اهي هي اعتبر الباينة او كده في الكاميرا هي فهي ايه ما تقلبتش كويس جدا مني فعشان كده باينة بس انت لو دعكتها دعكتين حلوين كده بزمة مش هتدم طبعا والمكونات هتتجنس مع بعض اهي شايفين الفراغ بتاع التفريغة مستوية من جوة مبرة تحفة بس انا فاتتني بقى حاجة ان انا مسك لكم صبع كده زي الشطرة وناكلوا مع بعض ونشوفوا التسوية بتاعتها طبعا هو ده كان غدانا النهاردة عملت جنبها بقى طبق صلطة الطحينة كده مع طبق صلطة خضرة كده عادية وطبعا اه صلطة الطحينة حبيت احط عليها المرات دي كده عدين بقى دونس بنخليين طعمها تحفة وجميلة وطبعا اه الصلطة الخضردية اهم حاجة مع علاقة البابركة عندي بتديني اللون الاحمر دوت زي مية الصلطة بالزبط الدقة اللي بتجيبها برا مع المشاوي وطبعا كده بعد ما خلصت الاكل كله حاجتي قلت بقى طبعا عندي شوية مواعين كنت اه دعاقتهم كده وخلصت قلت اجيب لكم بس النهاية كده وكمان البتوجاز مطرح مفطرنا الصبح اه طبعا ان الغد انا ما عملتش حاجة فيه لان الكفتة كله نايف نايف كده دعاقته فقاله بعده كده ورصتها صبعتها وحطتها فلفور بس البتوجاز بقى ما كان ما كانوا متعشين بالليل وكمان قمنا الصبح عملنا على الفطار هو صراحة ما كانش وسخ قوي بس انا البتوجاز دوت عندي بصي عقدة اسمها بتوجاز كده لازم يكون نضيف لازم لازم يكون نضيف انا ساعات بعد ما بخلص اه اكل كده واضعك واطلع والله من كتر اللمعة بتاعته بطفي النور كده وارجع افتح النور تاني مش عايز احد يضحك علي عشان ابص علي يعني وشايفين ما شاء الله يعني يعني الحمد لله مش متبهدل انا دخل على خمستاشر سنة جواز وانحمد لله يعني عمر ما حطيت اي حاجة من المبيضات دي عليه وبالصابون الموعين عادي كده زي ما انتم شايفين اه والحوامل بتاعت ديت طبعا بصوا لازم يوميا نخسلها في ناس بتكبر دماغها تروح تلاقي الجلخ كده طبقات طبقات على الحوامل ديت وتضطر تجيب مبيضات وحاجات ايه شديدة المفعول كده عشان ايه من عندي بتاع الصابون عشان تطلعها وتنقعها تابعونتي ليه يعني الفكرة بتاخدش وضاء العظيم دقيق خالص اه لازم وكمان عندي العين نفسها بتاعت البتوجاز عندي البتوجاز بتاعت خمس عيون زي ما انتم شايفين اليوم اللي بقى اللي في حاجة على البتوجاز اه طبعا لازم اشيل العيون دي كلها اخسل تحت اه لابن فار مني لازم اشيل العين واخسلها اه اي حاجة بقى شوية مرة اتدلقوا لازم اشيلها واخسلها اه فاي وقت بقى ترفعيها ما تلاقيش الجلخ المتكون والطبقة السودة اللي بتبقى تحت العيون من تحته خالص دي لأ بتلاقاها نظيفة وانحمد لله لاني بعمله على طول خلي اديك في الحاجة هتتفضلي دايما مريحة نفسك وبصي شايفة الدنيا تمام شايفين ما شاء الله بقماشة عادية خالص كده بلتها لميته الصابون ورجعتها اجيب قماشة تاني نضيفة نشفة اه بعد ما طبعا بلم الصابون برجع اشطفها تاني بالمية واعمل تاني عشان الصابون ما يجيرش في قلب البتوجاز كده بعدين اجيب قماشة نشفة بنشفة زي ما انتم شايفين وطبعا انا كنت دلوقتي بنشف الحوامل وديني كده حطتها شايفين ما شاء الله البتوجاز بيلمع كده ولا حطينا مبيضات ولا اشترينا حاجات بشوية صابون موعين عادي لهن ادايا الحمد لله ولله الحمد اه فيه ان عندي البتوجاز دوت حياتي في المطبخ كده هو وجهة المطبخ عندي طبعا كده خلصنا الموعين وخلصنا البتوجاز قدنا دلوقتي بقى كده ايه على السطح زي ما انتم شايفين ودعنا انا هاكنس القوضة انا بيحطة مقاشة نعمة فوق كده على السطح وجروف اه بس صراحة الجروف اول ما اطنعناك قصر والحمد لله اه بحب اكنس القوضة بالمقاشة النعمة دي وانا واقفة على طول ما بشلش همه وما بميلش وما بتتعبيش لان الاوضة فيها مكان كده الجوه برضو الاوضة واسعة برضو اه وهي صراحة مني بكنسها كل يوم مش محتاجة ان هي تتحك كده اتكحتي الحاجة منها انا برضو عندي اداة كده عاملة زي سكنت المعجون بتاع النقاشين لو لقيت ان الاوضة وسخة اوي ومحتاجة ان هي تتحك كده بيها فبحكها بيها مش محتاجة زي ما انتم شايفين كده بكنس على طول لاني بكنس فيها على طول انا مطلع المقاشة النعمة دي اللي بتشجعني ان انا كنسها كل يوم اه ما بتتعبيش ما بتوطيش كتير وما بتحتاجش ان انت كحتي كده الاوضة كل يوم لأ بتبقى نظيفة والحاجة الدنيا تمام كده وزي الفل معاك ما بتزهيش من حاجة ما بتمليش من حاجة حتى لو عملتها كل يوم انا ما اعتبرها بص روتين يوم كده زي ما بتقومي كل يوم كده تروائي سريرك اللي كنت نايمة عليه وشقتك وقطك وبعد ما تاكل تدعوك المطبخ انا واخد الاوضة ديت روتين كده ان انا لازم كل مطلع لازم اكنسها ونظفها لقم طبعا هما روح هنتحسب عليها همتوا شاهدين هسا هما قليلين قدي اه عشان بعملهم كل يوم يعني اليوم بيوم بتبقى سهلة وسالسة خالص انا عايز اقولكم ان انا في مرة اغضلت كده وطبعا محدش هطلع يكنسها اه فنور بنتي هي اللي بتطلع ترمي الاكل وتنزل لان نور بنتي عندي بتخاف نطيور وكده فجيت لقيتها اجارك الله انا بازع الاوة لحاجة دي والله عادت كحد بقى كناست الاول وبعدين كحدت وبعدين كناست وبعدين ببص لو حتة كده انا ماخدتش بالي منها وكحتها برجع لحد ما لمتي جو نص شوال منها طبعا كده خلاص بعد ما خلصت بقى اه نظفت له ده زي ما انتم شايفين اه طبعا البرسيم اليومين دون ناشت مش اخدر زي الاول لسه الرجل اللي بيرميلي البرسيم ما جابش جروة لسه فقلت اقطعو لهم كده عشان يبسال ان هم يكلوه اه وطبعا بقى عندك اكلف رغب تحطي الفاضل بقى الحسنة بتاع البيت بياخدوها بقى هم الفرختين اه الله ما صلى على النبي ازاكم بقى لو وصلتوا معايا وما تنزوش تقولوا علي افضل الصلاة والسلام ازاكم بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنزوش بقى اللايك على الفيديو ده لأول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشترك فيها وتفعالي الجرس للكل عشان اي فيديو بديده انزله تقدر تشاهده وتتابعيني كده وتنضمي الاسرتي واكبر بكم وليكم بازن الله انا طبعا كده خلصت بقى زي ما انتم شايفين وقطعنا البرسيم هملالهم بقى كده المية وعندي شوية اكل فراغ برضو كده فضلين من انبراح هحطوه لهم وعندي ارنبيتة بقى طبعا انتوا وتستغربوا بقى موري الارنبيتة ديت انا مخزينها معاكم على القناة الارنبيت وحطا في الفريزر ودلوقتي تقريبا في الاسواق ما فيش ارنبيت فانا كنت في السوبر ماركت وشفتها كده في التلاجات محتوطة وشكلها عسل كده ظهرة جميلة كده مفتاحة اه وملفوفة في قلب اللي استريتش كده فعجبتني رحت جبتها صراحة وقلت هعملها نفسي فيها فصراحة انشغلت ومعملتش لقيت عملت طبقه كده سودة من فوق اه صراحة قال الحاجة عن جونا بغير لونة كده ولا بجرال لها حاجة فصراحة انا بقى لأمينة ولت طلع علي الفراغ بقى جات من حظهم تبقى فيدك وتقسم لغيرك بقى زي ما بيتقولوا يلا رزقكم واسع النهاردة كده بقى يا حبيبي يكون الفيديو بتاعي من نهاردة خلص ياريت يكون خفيفة على قلبكم بس ناقص تكب بسيطة كده انا عندي طبعا الوزة رأدة مشاء الله يعني هي اه معادها النهاردة بالليل او بكرة ان شاء الله تخرج دعو لها بالسلامة كده ويجعل لها صاعة طيبة محدش يضحك علي عايزكم تحطوا لايك بقى على الفيديو ده عشان خطر الوزة اللي هتشوفها دلوقتي وعندي البطية برضو رأدة هنشوف العيشة بتاعتهم كده لو نظيفها تمام اه مش هكنسها لو وزخة هكنسها طبعا لان صراحة الحاجة الرأدة ما بكنسلهاش كل يوم لان هي حاجة واحدة في قلب العشة فما بتدهولش الدنيا او يعني اشوف بقى المية ولا اكله قدامهم لو تمام يبقى ماشي اه ما فيش اكله مية قدامهم احط له وخلاص هنزل على كده وكده بقى حبيب قلبي ما تنسوش بقى اللايك 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 من ايدكم العسل دي يعني هو ضغطة كده على الشاشة قدامك كده مش هتخصارك حاجة بس هتفيد نحنا والله وتدينا تحفزه واتشجعن يلا بقى حبيب قلبي اشتركوا في القناة وحطوا اللايك واشوفكم في فيديو جديد مع السلامة شكرا